السلام عليكم ورحبا بكم في قناة دي دوسامدي هالنهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال الفرق ما بين الاكل الكيمية دي الاكل في فصل الصيف والكيمية دي الاكل في فصل الشتاء فصل الشتاء ماشي ملاب ما يكون فصل الشتاء ولكن فصل بارد كما كتلاحظوا معايا قاعد الناس اللي يرباوا الانانيب ديالهم في فصل الصيف لاحظوا ان الانانيب قلوا في الماكلة ديالهم فهاد سهر بالضبط اسمو الانانيب كي يديروا في الاكل كي يقولوا كي يكلوا الاكل بزاف كتر من اي سهور اخرى علاش لانا كيكون المرحلة ديال الصيف فاتت عليهم يعني كيكونوا يعني حلي تقهدوا بالصيف بالحرارة ديال الصيف دابا كي يقولوا في الفلوه حنا كنقوله بحلي كيفلفلوا سمو كيوقع كي يقولوا انهم اللي اعتيتوا لهم كياكلو بالنسبة للكبار مشكل وبالنسبة للصغار مشكل علاش لانش حل مواحد يربى الانانيب كيكون عاد مبتدئ كيشوب باللي الانانيب بدي يقولو بدو كياكلو او عاد مبتدئ فهاد الفترة بالضبط كيقول باللي رأى محدن كياكلو رأى هم زيانين نعطيهم مكلاب ازاسة وهي لا خطاء هذا خطاء شائع ديام فسواء كنتوا مربين قدام أو مربين عاد جداد ديما منين هذك الأرانيب ديالكم كتحسوا بهم النظام ديال الأكل ديالهم تبدل حاولوا أنكم ما تمشوش معهم هما ركينا وحد لقطة كيسميوها في تربية الأرانيب تجويع الأرانيب تجويع الأرانيب مش هي نصوموهم ونقلوهم بجزوع لا تجويع الأرانيب وهو أننا نبقوا نعطيهم في يعني في وقت محدد إما في الصباح هذا كيخس يكون واجبات إما ثلاثة الواجبات إما جوج الواجبات حذا بقى أنا هنا يرني أعطيهم هذا الكر وهذا الصغار هذو سمو كان أعطيهم كان أعطيهم غير الخبز مدقوق علاش؟ لأن هذا في مرحلة ديال تسمين ممكنش أنا غادي أصرف عليهم النفسي كاريم باش غادي مثلا مني غادي كبروا غادي نكسبهم لا أنا هادو كلهم ديرهم باش نصمنهم ونعود فيهم البيع يعني ماشي من لابد أنني ندير السيكاليم هذوك الأمهات ثم ممكن أنني ندير السيكاليم ورغم ذلك ماشي السيكاليم نشوفهم كي يكلوا بزاف أنني غادي نبقى نعطيهم بزاف سفي أنه مرحة عندي أمهات نبقى نعطيهم بزيادة لا كل حاجة عندها الضوابط ديالة حاولوا أنكم تشوفوا هاد الفيديو هذا وترافقوا بفيديو أخرين على حسب يعني كمية الأكل الموصى بها لكل أرنب حسب السين يعني خاص تكون عندكم وحد الضوابط أنتم ماسكين الأرنب ديالكم وخد شوفوا هو بغي يكل بزاف خاص المربي أنه يحكم راسه بحضب أنا يعطيتهم في الصباح هادو لأنني بغي نسمنهم ونعطيهم ثلاثة الواجبات ممكن أنا يعطيهم دابة أوتاني فترة ديال مهم ثلاثة المرات الفترة ديال الصباح الفترة الصباحية والفترة ديال الضهيرة يعني في الوقيسة ديال الغداف اللي كانت تغدوه حنا والفترة ديال الليل الليل حاولوا أنكم تكسرهم لهم شوية لأنك لكل برد كي بغي يأكلوا بالنسبة لهادو العمر شهرين شهرين باقي ما دلت لهم شي اللي يبرع ولكن الكيمية ديال الأكل كنت كان أعطيهم غي مرة وحدة في فصل الصيف ووجبة وحدة كان أعطيهم طاس ديال الياغورت كان ملؤولهم بهذا الخبز مدقوق من بعد وليس كان حسبيهم كي يأكلوا يعني ما كيخليوش كان هذي هذي الحديدة كتبولي زنكة كتبولي ما فيهاش حبة ما فيهاش لأنهم كي يأكلوه الكي ساليوه سموه الليس كان دير وليس كان أعطيهم أكثر حدا باواد كان رأس بارك الله أنا حطيت لوحة الكيمية رأيك لها وكينو خاكات مخصوش نخليه بحالك كارا بدي سماني رأس مني يعني ما خداموش لأنه كيكون لا يصير كي تصاب تهاب العرقوب إذن الحلقة دي لنا يعني المو الخاص دي لها وهو أنه وخد شوفوا الألانيك دي لكم بدو كي يطلبوا الماكلة أكثر يعني الجو بارد يعني الاختلاف بما بين الصيف والجو بارد حاولوا أنكم تتعطيهم فواجبات مثلا ثلاثة الخطرات مشي مشكلة ثلاثة الخطرات هي مشي هذي العلافة ديمة تكون عامرة لا تخليهم حتي كملوا هذي الشي تتعطيهم اللي ما كينش فتها عاد بش تعطيهم إنه لا يعطيهم ديمة لماك لحدهم ما خدامش لأنه غدي غدي بقوهما أصلا كيبقوا ينفروا الماكلة لأنه ديمة قدامهم هذي تحس بهم ما مشيهم ما هذو إذن الحلقة دي للهرية هذي كنظن أنه تكون راقتكم يعني تكون واحد معلومة مفيدة إن شاء الله الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصيركم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا لستطاع